السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية ضبط المؤقت او العدد التنازلي في الهاتف ولا تنسون دعمنا باللاحك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسونا تروحونا على الساعة تضغطونا عليها فهنا الخيار الاول رح يكون عندكم منبه احنا نبغى الان المؤقت تضغطونا على خيار المؤقت فرح يضر معاكم التايمر او العدد التنازلي في الهاتف فهنا عندكم الخيارات التلقائية اللي هو عشر دقائق مثلا فلو شغلنا الآن التايمر ضغطنا ابدأ رح يبدأ العدد التنازلي لما يوصل صفر ويدق المنبه عندكم فهذه الخيارات الافتراضية اللي موجودة في الهاتف تقدرون تختارونها بشكل مباشر او من هنا تروحونا على الدقائق مثلا تعدلون الوقت اللي تبغونا نفترض مثلا تسع دقائق فقط وهنا الثواني وهنا عندكم اللي هو الساعة نفترض الساعة وتسع دقائق بعدما تخلصون تضغطونا ابدأ وكذا رح يبدأ على طول معاكم العدد التنازلي ايضا يا شباب تقدرون تعدلون على هذه الاوقات الافتراضية اذا تبغونا مثلا الوقت الافتراضي يكون ساعة فتروحون على الثلاث نقاط من هنا تضغطون على ثاني خيار تعديل المؤقتات المضبوطة سابقا وهنا تختارون اي واحد تبغونا تعدلونا نفترض هذا مثلا تضغطون على ايقونة التعديل تحطون مثلا هنا ساعة فكذا عدلنا الى ساعة نضغط حف كذا صار محفوظ معنا تلقائيا على ساعة تقدرون تختارونا بشكل مباشر تضغطون ابدأ فهذه كانت طريقة تشغيل المؤقت في الهاتف بكل سهولة لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة